ونضم إلينا في الستوديو دكتور عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية ومن نيويورك أحمد فتحي الكاتب والمحلل السياسي سيد فتحي أين مثاق الشرف؟ كيف يسمح لصحفي أن يعتبر صحفيين آخرين إرهابيين وأعداء؟ أين العقل الآن في الإعلام المصري؟ الإعلام المصري بكل أسف أصبح يتاجه إلى مزيد من قمع الرأي إلى مزيد من تقصيل للدولة الشمولية يتاجه إلى أن يتحول الإعلام إلى مخبر ومحرد على زملائه من الحكتاب والصحفيين هذه مهزلة بكل أسف وإذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع نسبة الأمية في مصر انعدام الوعي السياسي لدى قطاع كبير من الشعب المصري حتى من يجيد القراءة والكتابة أو ما يمكن أن نطلق عليه المتعلمين نرى الوضع بفداحة أكثر أننا أمام كارثة أن يكون تشكيل عقل ووجدان هذا الشعب منضبه إلى هؤلاء الجوقة من حامل الطبور دكتور عصام الأمر لا يقتصر فقط على اختلاف في سياسة تحريرية على اختلاف وجهات نظر على اختلاف في رأي الأمر يتعلق بتحريد وبتهديد حياة الأمر يتعلق بتحريد على القتل يمكن أن يصل الأمر إلى أنك تدعو مناصر من هنا متحمس من هناك إلى قتل أي موظف في الجزيرة نعم اسمحي لي في البداية بس أن أنا أكد على معلومة مهم وأشار لها أستاذ عدل صوري في مرخلته من القاهرة أننا لم ليسوا هؤلاء الألميين في مصر ليسوا متحولين بمعنى لا يتحولون مع الموجات السياسية ومع التغير في القيادات السياسية ولكننا للأسف نحن كنا المخدوعين المضللي لأننا وثقنا في هؤلاء واعتبرناهم رموزا للحرية رموزا للقرامة رموزا للعزة رموزا للتغيير وغيره وكما ظهر في العلوم السياسية ما يسمى استخفافا بأساتذة العلوم السيسية أعتقد الآن أننا أمامه آلة إعلامية سيسية لأنها تبرر انتهاك الحرمات انتهاك المقدسات الإخلال بكل القيم وبكل المبادئ انتهاك كل الأعراف التي يفترض أن يحترمها هؤلاء العاملون في آلة إعلامية ويفترض أنهم أصحاب رسالة أخلاقية بالأساس للأسف الشديد منذ 25 يناير وحتى حدث بعد صورة 25 يناير مباشرة تم ضخ عشرات الملايين من الدولارات لتشويه استخدام الآلة الإعلامية واستخدام المصريين الإعلامين المصريين لتشويه هذه الثورة وتشويه رموزها وتشويه كل المؤيدين لها اتنين تم منح عشرات الجوائز لهؤلاء الشخصيات الذين كنا نعتبرهم رموزا للأسف إعلامية من عدة مؤتمرات دولية ومن عدة مؤسسات دولية معنية بالشأن الإعلامي وبعضها في بعض الدول العربية للأسف الشديد استضافتهم بعد نجاحهم في تأصيل وترسيخ فكر الانقلاب وبعد نجاح الانقلاب وبعد البيان الأول تم شحنهم جميعا في طائرة إلى إحدى الدول وتم تكريمهم ومنحهم عشرات الجوائز تم إنشاء عشرات القنوات الفضائية بعد استقطاب عدد كبير من رجال الأعمال لضخ ملياراتهم في السوق المصرية للتحويل لدعم سياسات الانقلاب ففكرة أننا ننتظر منهم ميثاقا أخلاقيا أو ننتظر منهم مبادئا أو نلمهم هذا الشرف لا يستحقه بالأساس لا أحد ينتظر إنما أنا أريد أن أعرف كيف يمكن محاسبة هذه الأشكال فكرة المحاسبة ابتداء إذا كان هناك من يمكن أن يحسب إذا كان هناك المعايير التي يمكن أن نحسب على أساسها بالأساس هؤلاء لا يوجد معايير يمكن محاسبتهم عليها لا يوجد نظر إلى أهميتهم بالنهاية مجرد رأي لكن أن يسمح لهذا الرأي بأن يعمم وبأن يكون له منبر ومن خلال هذا المنبر ينتشر ويستمع إليه الألاف ربما الملايين لا خلينا أقول لحضرتك حاجة ويرتد علينا سلبا بمعنى التهديد الجسدي حتى لا أنا أقول لحضرتك حاجة خلينا نكون أكثر منطقية وأكثر وقعية للأسف الشديد بكل هؤلاء بكل ما يقومون به من ممارسات وبكل ما يصدر عنهم من تصريحات أعتقد أن قدراتهم التأثيرية لا تتجاوز نطاق فقط من يشاهدهم أو من يعتادوا على مشاهداتهم وبسماعهم وبالتالي مجرد إثارة أو نشر ما يصدر عنهم هو إعطاء تكريم لهم وإعطاء أهمية لا يستعقنها قولا واحدا هؤلاء الشخصيات وهذه الكيانات الكيانات الفضائية نعم أهم وسيلة أو أفضل وسيلة من وجهة نظر الشخصية هو تجاهل مثل هذه الكيانات هذه الكائنات مجرد الحديث عنها وعن أفكارها وترديد ما يصدر عنها يتحرك في إطار سياسة الإلهاء التي يعملون عليها كما قلت هناك مؤسسات أعطتهم جوائز يعتبرون أنهم لديهم إسطاقية لأنهم اعتبروا أنهم صحفيون وبالتالي بعض الناس تنظر إليهم كسحفيين وهذا أيضا عليه تحفص لأن عدد كبير من المؤسسات التي أعطتهم جوائز كانت شريكة في دعم الانقلاب العسكري الذي حدث في المصر قد تكون خضعت ببساطة لا خضعت لم تخضع سأعود إليك لكن الآن يبدو أنه حلت المشكلة ما بين مرحب ومتشكك استقبل الكثيرون مبادرة الرئيس المصري على الفتاح السيسي بالتنازل عن نصف ثروته وراتبه ودعوة المصريين التبرع من أجل مواجهة الأزمة المتفاقمة لأقتصاد البلاد ففي الوقت الذي يرى البعض في المبادرة وسيلة مهمة لمساهمة المصريين في دعم الاقتصاد رأى آخرون أن هناك الكثير من الخطوات المطلوبة من الدولة قبل مطالبة المواطنين بالتبرع الوضع الاقتصادي النهاردة أخطر من ما الناس تتصور أو تعرف ولهذا كانت المبادرة وبقدر ما أثارت المبادرة فرحا وارتياحا لدى البعض ودفعت كثيرين لإعلان تبرعات للحساب الذي سارع البنك المركزي بإعطائه رقما يحمل دلالة سياسية وهو 037-037 وهو التاريخ الذي تم فيه الإطاحة بأول رئيس منتخب لكنها في المقابل أثارت جدلا يحتكم إلى منطق قال البعض أن السيسي لم يلتزم بالدستور ولم يعلن ذمته المالية ليعرف الناس ماذا يملك قبل تولي الرئاسة ولم يفعل ذلك أيضا رئيس الحكومة ولا أي مسؤول فيها وبالتالي لا يعلم الناس كم يملك السيسي حتى يعرف كم يساوي نصف ثروته أما من ناحية جدوى المبادرة في إدارة المالية العامة للدولة وحل الأزمة فهناك رأي يتسم بالمنطقية فالحقيقة أن ميزانية الدولة مثل أي ميزانية لها مدخلات ومخرجات لابد من ضبطها ومعرفة مواردها وجوانب إنفاقها فكيف للحكومة أن تبني سياساتها العامة وتضع ميزانية يعتمد جانب منها على التبرعات خاصة وأن تلك التبرعات بعضها نقدي وبعضها عيني وهنا يتساءل آخرون ألا يحتاج الأمر أولا إلى خطة شاملة؟ يعني قبل ما نطلب من الناس تتبرع أن نعمل خطة شاملة للوطن كله وننظمها ونطلب الناس أنها تبقى جوزة منها إضافة لذلك رأخرون أن التبرع كفكرة ليس جديدا على المصريين وليس جديدا أيضا الموقف السلبي لكثير من المصريين من التبرع لحساب حكومي لا يعرفون مصير أرصدته فهم لا يقبلون عليه في ضوء خبراتهم التاريخية بعدم ثقة في الحكومة وشفافيتها ولما هآخرون إلى أن الأبواق المعتادة لا بد أن تتوقف عن نبرة التهديد والتعالي في طلب التبرعات أرجوكو بلدكو يا جماعة أنت هتفتكر البلد عندكو ما شاء الله مشروعات بسم الله ما شاء الله وعندكو فلوس بسم الله ما شاء الله لأن هي دي الطبقات اللي المفروض عدالة التوزيع بعد أنظمة الفساد اللي عشناها هي اللي لازم لأن مش كل ناس حيبقى عندها جرؤة تمد إيدها في جبهة الدينة هنسيبهم لنفسهم عودة إلى ضيفينا وإلى أحمد فتحي الكاتب والمحل السياسي من نيويورك ماذا يعني فتح باب التبرع؟ هل يحل أزمة حوالي 90 مليون مصري؟ ودعم للحملة التبرع هذه بحملة ردح على التلفزيونيات المحلية المصرية؟ هل هذا يحل مشكلة؟ أنا أخذها في إطار كوميدي أكثر هي محاولة لابتزاز أموال من الأسرياء وأنا لا أعتقد أنها ستنجح أعلنوا بالأمس أن الفنان عاد الإمام تبرع بـ 53 مليون جنيه مصري لهذا الصندوق واليوم أصدر تصريحات نافع هذا الكلام تماما نفس الشيء حصل مع رجل الأعمال المصري المقيم في أوروبا رامي لكح أنه تبرع بـ 5 مليون جنيه وأعلن في خلال نفس البرنامج اتصل بهم وأنكر تماما أنه تبرع دعيني أتناول هذه موضوع التبرعات من زاويتين الزاوية الأولى هو مبدأ الشفافية والمحاسبية لا يوجد نظام في العالم يجمع أموال أو ينفق أموال عامة بدون أن يكون هناك شفافية في أين أنفقت هذه الأموال ويستطيع الشعب أن يحاسب هؤلاء المسؤولون عن هذه الأرصدة أين ولماذا أنفق ماذا في أي غرض هذه أولا النقطة الثانية من الناحية الاقتصادية البحتة أنني عندما أسحب هذه الأموال من السيولة المتاحة في السوق أنا لا أتحدث عن الأثرياء الذين تبرعوا ولكن أتحدث الهيئة العربية للتصنيع أصدر رئيس مجلس الإدارة وهو لواء حمدين على ما أعتقد تصريحا أن العاملين في الهيئة تبرعوا بعشرة بالمئة من مرتباتهم فأنا أسحب سيولة متاحة للإنفاق والاستهلاك في السوق المحلي لأضعها في حساب لا أعلم ولا يعلم من التبرع ماذا سيتم فعله بهذه الأموال ثانيا يوجد لدينا تجربة في العام الماضي تحديدا وهو حساب 3036 الذي تبرع له المصريين بما فيه المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول المهجر وحتى اليوم لا نعرف كم تحصل من الأموال أين أنفقت هذه الأموال ومن استفاد من هذه الأموال نحن في وضع الذي يكون فيه عملية نصب منظمة للأسف وتتورد فيها الدولة ولكن لكل شيء النهاية وسأتي يوم يجب أن نفتح فيه هذه الدفاتر قبل أن أنهي مداخلتي أحب أن أتساءل أين الأموال التي سرقها مبارك ونظامه وموجودة في البنوك الخارجية ولم نعلم ما هو الذي حدث في استرداد هذه الأموال من قبل الحكومة والجهاز القضائي في مصر دكتور عصام إذن كما قال السيد أحمد فتحي من نيويورب مشهد كوميدي ربما نحتاج إلى جون ستيورت مرة أخرى لكي يعبر أبلغ تعبير عن حملة التبرع هذه بين هلالين وعن طريقة السيسي في تقديم نفسه أنه يعني الذي يخضع أمام الناس علما أنه لا أحد يعرف ماذا معه وماذا عليه حتى مبدأ الشفافية جرى إفراغها من مضمونها وتحولت إلى كوميديا كيف يمكن وصف هذا المشهد بهذه الطريقة وألا يعني المنادى بالتبرع أن الاقتصاد منهار وبالتالي يتعد المستثمرون الذين هم حقيقة من سيرفعون مفترض الاقتصاد خلينا بس أركز على عدة ملاحظات أشار إلى بعضها أستاذنا في واشنطن رقم واحد أن هذه الدعوات وغيرها أعتبرها نوع من الاستخفاف السياسي للأسف الشديد لرجل لا يملك برنامجا سياسيا أو برنامجا اقتصاديا وهو أعلن ذلك صراحة وقال لمن يطالبه برنامج لماذا لا تطالبوني بهذا البرنامج قبل التنحي أو التقلي عن وزارة الدفاع اثنين أن هؤلاء الأسرياء الذين أعلن بعضهم الآن عن التبرع بملايين هؤلاء عليهم مليارات الجنيهات ضرائب مستحقة تهربوا من دفعها للدولة التي يتغنون الآن بالتبرع إنقاذا لاقتصادها وإنقاذا مهمة جدا يعني عوضة أن يقولوا لك أنا أتبرع ويصورون أنفسهم كقدسين عليهم أن يردوا مال الناس من الضرائب هذا غير واضر لأن هناك عشرات القضايا التي تنظر أمام المحاكم والتي يتم سكوت عنها حول هؤلاء عدد كبير من رجال الأعمال الذين الآن يتبهون بما يقومون به من تبرعات بجانب مشاركة الكثيرين منهم في قضايا غسيل أموال معروفة بالأسماء داخل جمهورية مصر العربية وبالتالي لا مجال للحديث عن نزاهة والقيم والأخلاق ومصر وكوطن وإنقاذ اقتصادها في ظل هذا الفساد أنا أعرف دكتور نقطة مهمة جدا يعني مثيرة للتساؤل فعلا كيف يمكنك أن تخدع الرأي العام أو أن تخدع شعبك وجمهورك بأن تقول أتبرع أين هي أعرف أن هناك قمع لكن أليس هناك من مطالب للأموال إن كان الأموال مبارك كما ذكر الدكتور من نيويورك وإن كان أموال المهدورة من تهرب من الضرائب ما الذي يجري في مصر هذا ابتداء في إطار الملاحظات التي أنا حضرتك وأخدتها من التقرير وأخدتها من كلام أستاذنا رقم واحد الاستخفاف اثنين هائل هذه المليارات ثلاثة الخطاب العاطفي السازق الذي يدم عبر ترويجه عبر آلة إعلامية والأسف الشديد تجد لها صدى أن تعالى كبير من المواطنين وقطعات كبيرة ما الحل يا أبي هذا ابتداء عامل مهم أيضا سأجيب على حضرتك أيضا فكرة أن يطرح مثل هذه الشعيرات الآن في إطار ما أسميه سياسة الهاء بالتركيز على قضايا هامشية والقيمة لها يشغل بها قطاع عريض من المواطني أيضا من الأمور المهمة وأشر عليها أرضا مضيفك في واشنطن أن الصوابق منذ الانقلاب وحتى الآن تؤكد أن مثل هناك العشرات من الدعوات لإنشاء صناديق للتبرع للوطن والمصالح والاقتصاد وغيرها وكلها لا نعلم عنها شيئا سواء صندوق 25 يناير صندوق 30 يونيو صندوق ضد دعم الاقتصاد المصري للتخلص من معونة الأمريكية وغيرها من صنادي أيضا إشكالية مهمة جدا وفي غاية الخطور كيف له أن يطالب شعبا بالتبرع وهذا الشعب أكثر من 60% منهم لا يملكون القدرة على توفير احتجاجاتهم الأساسية اليومية هذه إشكالية في غاية الخطورة والأهمية قالت لك الإعلامية في تلفزيون المصري هذا نعم من استخفاف نشرت العواطف بهذا الموضوع إشكالية أيضا مهمة جدا أيضا تثير الشجن للأسف الشديد أنه بدل من الحديث عن بطعة ملايين أو بطعة جنيهات يدم اقتطاعها من المرتبات شريحة كبيرة جدا من المواطنين الذين لا يسدون احتجاجاتهم الأساسية لماذا لا يتم التفكير في تسييل المليارات التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية لماذا لا يتم كما ذكرت حضرتك فتح الباب أمام المليارات مليارات الفساد التي تقف عليها المؤسسة العسكرية رقم صغير جدا في الفترة من 1979 حتى 2009 المؤسسة العسكرية المصرية استقبلت أو مصر استقبلت 66 مليار دولار مساعدات أمريكية في الفترة من 1979 حتى 2009 يعني خلال 30 سنة مصر استقبلت مساعدات أمريكية 66 مليار دولار دراسة علمية انتهت إلى أن الاقتصاد المصري استفاد من 66 مليار بنسبة 27% فقط و73% لأبواب الفساد الرشاوة والعملات والمحسوبيات والخدمات الخاصة على المستشارين وعلى غيرها من شخصيات نافذة داخل المؤسسات التي استقبلت هذه المصر رأيك مسير هذه التبرعات على وضاعتها يعني يمكن أيضا أن يكون مصيرها الهدر لا مصيرها سيكون مصير المصير الصناديق التي أعلن عنها عشرات المرات مع كل أزمة كبرى ومع كل قضية كبرى تصار عشرات الصناديق تم الإعلان عن إنشائها ولا نعلم عنها شيئا وفي النهاية الحديث كله يسير في إطار أننا أمام عملية غسيل مخ يقوم بها تقوم بها آلة إعلامية موجهة للأسف الشديد لا يمكن لا يجوز لنا أن نطلب منها أن تكون أكثر أخلاقية لأنها بالأساس الحد الأدنى من القيمة الأخلاقية لا يتوفر للكثيرين من القائمين على هذه الآلة شكرا جزيلا لك دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية ومن نيويورك أشكر ضيفي أحمد فتحي الكاتب والمحلل السياسي